ينضم إلينا من كابل مرسل الغد عبدالله نادر عبدالله ضعنا بتفاصيل المساعدات التي تصل إلى أفغانستان نعم هذه أول مرة يرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات عاجلة ويصل هذه المساعدات إلى العاصمة كابل وسيتم توزيعها بحسب الاتحاد الأوروبي عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على المحتاجين في أفغانستان وتأتي هذه المساعدات الاتحاد الأوروبي بعدما حذر الاتحاد أمس من أن الأنظمة الاقتصادية والصحية في أفغانستان على وشك الانهيار وإن لم يتم معالجة هذه المشكلات فإن البلاد مقبلة على كارثة إنسانية وكان أمس قال جوزيف بوريل مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد بأن الوضع الصحي في أفغانستان في حالة سيئة وإن لم تهب المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة إلى استدراك الوضع المأسوي في الحقل الصحي خاصة فإن البلاد تواجه مشكلة حقيقية فيما تحذر كذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بأن ما يقرب من مليوني طفل أفغاني معرضون لخطر سوء التغذية وكذلك تحذر منظمة الصحة العالمية وكذلك برنامج الغذاء العالمي من أن البلاد مقبل على كارثة إنسانية فيما يحذر برنامج الغذاء العالمي بأن نقصا حادا وشحا في المواد الغذائية في أواخر هذا الشهر الجاري سيشهده البلد وذلك لأن مستودعات المواد الغذائية تنضب في آخر هذا الشهر وتحذر كذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين والنازحين بأن ما يقرب من عشرة ملايين نازح داخلي يحتاجون إلى إغاثات إنسانية عاجلة أما طالبان فقد قال أمس في لقاء مع المبعوث البريطاني الذي وصل أمس إلى كابل والتقى بقادة طالبان قالوا إن دع المجتمع الدولي إلى الإفراج من أموال الشعب الأفغاني وقال إن هذه الأموال مملوكة للشعب الأفغاني وليس للحكومات المتعاقبة على الأراضي الأفغانية أما الخارجية الأمريكية بحسب متحدثها فإنها تؤكد على أن هذه الأموال ستكون عالقة مجمدة في البنوك الأمريكية حتى تفي طالبان بعهودها التي قدمتها للمجتمع الدولي وحتى كذلك تحترم المواثيق الدولية وخاصة حقوق البشر وحقوق المرأة وتعليم الفتيات الكبار وكذلك عمل المرأة السيدة الأفغانية في الدوائر الحكومية وغير الحكومية في العموم البلاد تواجه وتقبل على أزمة وكارثة إنسانية بحسب المشاهدة فإن الأسعار المواد الغذائية والوقود كذلك ارتفعت إلى حد كبير من كابل كنت معنا مرسل الغد عبدالله نادر شكرا لك